ثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة الكويت العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباحة سألنا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان والتقى الرئيس السيسي بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحة أمير دولة الكويت الجديد معربا عن خالص تمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد تعلن الهيئة اليوم الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة الثانية ظهرا نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وكانت الهيئة قد أعلنت أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع وذلك خلال الموعد المقارن لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ممنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخان يونس وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن القصف أدى لاستشهاد سيدة وإصابة آخرين بينهم أطفال بجروح خطيرة وفي مخيم النصيرات توسط قطاع غزة استشهد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل غرب المخيم وفي شمال قطاع غزة أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين أدى لاستشهاد تسعين فلسطينيا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لبحث الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة من جانبها أعلنت المنظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء بقطاع غزة يشبه حمام الدم وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية للمستشفى أعلنت المنظمة أن مستشفى الشفاء لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة ولا يوجد به إمدادات لعمليات نقل الدم ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتطفقون بشكل مستمر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة آخر في اشتباكات عنيفة جنوب قطاع غزة ومن جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف تمركزات لقوات الاحتلال في محاور شرق وشمال خان يونس وذلك باستخدام القذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهون محققين إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال وفي حي الزيتون تم استهدافه بقذائف الهون مجموعة عسكرية إسرائيلية ما أصفر عن مقتل وإصابة عدد منهم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل ومدينة نابلس من محاور عددا حيث دهمت عدة منازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين وفي مدينة قلقيلية أعلن المحلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحمه لقرية باقة الحطب شرق المدينة ورياضيا يلتقي نادي الأهلي اليوم في الثامنة بتوقيت القاهرة مع فريق فلومنينسي البرازيلية في الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية وكان الأهلي قد تأهل إلى دور قبل النهائي بعد فوزه على التحاجد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الثاني من المواندية للأندية ختم موجز الثامنة وفاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة